أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسومة رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الانتاج اللازمة للصناعات المحلية ونص المرسوم على أن تخفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الانتاج اللازمة للصناعات المحلية على أن تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموفقة الاستراض اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الانتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم كما نص المرسوم على أن يعمل بأحكامه لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ نفاذه طبعا يعني معروف الدعم والشكر للسيد الرئيس على هذه المكرومة بتنزيل نسبة الجمرك إلى 50% على مدخلات الانتاج والمواد الأولية هذا أمر سيعطي دفع كبير جدا بالنسبة للصناعيين يعني توفير أيضا بالنسبة للمستهلك هذه الكلفة ستنعكس إيجابا تخفيضة على المستهلك بشكل عام ويعني السيد الرئيس متابع دائم للصناعة السورية ولدعم الصناعة السورية والكل يعرف ما هي الصعوبات التي تتعرض إليها هذه الصناعة من محاصرة خارجية على المواد الأولية من صعوبة في الشحن من صعوبة في التحويل من العصابات الإرهابية المسلحة التي أخذت منهجا بتدمير الصناعة السورية إن كان في حلب أو في بقية المحافظات في ريف دمشق هناك خراب كبير جدا نحن نريد أن نعيد الإقلاع بالصناعة السورية وهذه المكرمة ستزيد من الإنتاجية السورية ستزيد من استيراد المواد الأولية وتخفيض الجمارك سيساعد جدا في تخفيض الكلاف على الصناعة السورية ترجمة نانسي قنقر